في العاصمة الدينماركية كوبينهاجن أحيت سفارة دولة فلسطين ذكرى الاستقلال ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفع العلم على مبنى الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة همسة سماء الثقافية الدولية الدينماركية وبمشاركة مجلس سفراء الدول العربية وسفراء الدول الصديقة لفلسطين المعتمدة لدى مملكة الدينمارك وأعضاء من البرلمان والخارجية الدينماركية ورؤساء المؤسسات والجمعيات من المجتمع المدني المنظمون أكدوا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل من قبل الاحتلال وسياساته العنصرية هذه الذكرى بالنسبة إلينا هي رمز لتطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق المشروع الوطني وفي تحقيق الاستقلال يجب علينا أن لا ننسى بأن نحن صامدون على أرضنا وثابتون على أرضنا نحاول قدر الإمكان أن نستنهد بالعالم العربي والمجتمع الدولي نريد حماية لشعبنا الأعزل نريد موقف جاد وصريح من المجتمع الدولي وفي كلمته شدد سفير دولة فلسطين مانويل حساسيان على ضرورة اعتراف حكومة الدينمارك بدولة فلسطين وأهمية دعم الدول للقضية الفلسطينية لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم وتحصيل حق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام كباقي شعوب الأرض نحن نصر على اعتراف الدينمارك بدولة فلسطين هذا من أهم مهمنا اليوم كسفراء ليس فقط في الدينمارك بكل أوروبا والاعتراف بدولة فلسطين هو استحقاق استحقاق رسمي من المجتمع الدولي قبلنا كل قرارات إحنا هيئة الأمم ولكن إسرائيل لم تنفذ ولا قرار هذا وتضمنت الفعالية احتفالا ثقافيا وفنيا وعرضا تراثيا للأزياء وعرضا للدبكة الفلسطينية ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين